اشتركوا في القناة دكتور زاكي نجيب محمود وزاكي نجيب محمود ده هو فيلسوف وأديب مصري معاصر اتولد بقرية ميت الخولي في محافظة دمياط عام 1905 اتخرج من كلية الأدب جامعة القاهرة وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن ولقب دكتور زاكي بأنه أديب الفلسفة وفيلسوف الأدباء وتوفي عن عمره قارب 80 عاما الكاتب دكتور زاكي بيدعونا في هذا الموضوع لا التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى كي ندرك عظمة الله عز وجل فنزداد إيمانا بالله وامتسالا لأوامره لأن التأمل في مخلوقات الله يجعلنا نكشف عظمة الله في قدرته وعظمته في خلقه والدليل على ذلك أنه جاب لي آياتين من آيات اللي عز وجل على الأرض وهما حبة القمح ونواة الطمر وبيقول أنه لو نظرنا نظرة سطحية إلى حبة القمح ونواة الطمر بنحسبهم في بداية نظرتنا ليهم أنهم قطعتين من الأجماد الأصم الأخص وإن الأرض ألقت بهم على أرض يا باب لا فعلة لهم ولا تفاعل ما لهمش أي طيم وطبعا ما بيخطرش على بلنا خالص إن إحنا قدام خزنتان اختزنتها طاقة حيوية جبارة الطاقة الحيوية جبارة دي منتظرة الظروف المناسبة ومعها طبعا مشيئة الله عز وجل وقدرته وتدبيره علشان يخرج لنا الطاقة اللي موجودة بداخله يعني مثلا إحنا لو نظرنا إلى حبة القمح حبة القمح عندما توجد فيه ظروف ملأمة بتتفتح عن عود الحي العود الحي ده بيتغزى من الأرض وبيشرب من ماء المطر وبيستمد النمو والارتفاع من الهوى والضياء فبيقولك إن حبة القمح بيتفتح عن عود الحي بيتغزى من الأرض طعاما وبيرتوي من المطر وشرابا وبيستمد من الهواء والضياء الفعالية والنماء حتى بينتهي بيه في الآخر أو في النهاية اللي هو بيبقى حملة من سنابل تحمل كل سمبلة منها حبات من القمح تعد بالإيه؟ بالعشرات طبعا يا ولاد ده كل ده بيجي بالتأمل الدقيقة لو إحنا ونظرنا برضو إلى نواة الطمر بنجد إن نواة الطمر لو وضعناها في ظروف ملأمة بتنفجر عن عملاقة من النخلة بترفع رأسها عاليا وبتنفجر عن نخلة عملاقة بتطرح لنا كل عام أخصان محملة بتمور حمراء وصفراء وهنا بيعقد الكاتب مقارنة ما بين النخل وما بين الأبراج البشرية وبيقول إن هناك مقارنة بينهم بحيث إنهم يتشابه النخل مع الأبراج البشرية في العلو والارتفاع ولكنه يختلف عن الأبراج البشرية في إنه بيأخذ من عناصر الأرض والطبيعة طعامها وشربها فينمو وينتج لنا التمور أما الأبراج البشرية فهي أبراج صامتة مصمتة لا فعلة لها ولا تفاعل فهي جامدة لا حياتة فيها من كل ده طبعا يا ولاد بنلاحظ إن الشاعر موضوعه الأساسي بيدعون فيه إن نبتزي نقارن ما بين النظرة صبحية اللي احنا نظرناه لحبة القمح ونوات الطمر في البداية واللي انتهي لنظرتنا في الآخر ونشوف الفرق البعيد بين حبة القمح ونوات الطمر في البداية وإزاي هما كانوا جماد قبل الإنبات وبينهم لما توفرت لهم الظروف المناسبة وطبعا معهم مشيئة الله علشان يخرجوا لنا العجب العجاب فدي دعوة من الكاتب إن احنا نتأمى في مخلوقات الله عشان ندرك قدرة الله سبحانه وتعالى في صنعه وتهيئته وإعجازه في خلقه فنزداد إيمانا وامتسالا لأوامر الله عز وجل ونشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصل يبقى كل الهدف من الموضوع يا ولاد إن الكاتب عايزنا نتأمل في مخلوقات الله بالتأمل من مخلوقات الله حنعرف الفارق ما بين النظرة السطحية والنظرة المتعمقة للأحدث كل حاجة لازم نأخدها في حياتنا يا ولاد إن نظر الله نظرة عميقة لازم التأمل والبحث والتفكير في حياتنا علشان ينتهي بينا لعبادة الله وحق عبادته والإيمان بيه وشكره على كل هذه أنها لو إحنا بصنا وقلنا الأسئلة بتجيلي إزاي في الدرس ده يجي مثلا سؤال يقول لي ماذا تظن حين تنظر إلى حبة القمح أو نوات الطمر النظرة السطحية هقول له طبعا أظنهما قطعتان من الجماد الأصم الأقرس كأنهما حصاتان ألقت بهم الأحداث ثم أهملتهما على أرض خراب فيه سؤال تاني يقول لي طب ما حقيقة حبة القمح ونوات الطمر يعني إيه حقيقتهم بعد ما تعمقنا في النظرة إليهم أو النظر إليهم هنقول إنهم عبارة عن مخزنين لطاقة حيوية جبارة كانوا ينتظران إرادة الله عز وجل وظروف المناسبة علشان يخرجوا هذه الطاقة لو جي قال لي حبة القمح دليلة على قدرة الله وضح ذلك أو ممكن يقول لي نوات الطمر دليلة على قدرة الله وضح ذلك طبعا لو قال لي حبة القمح هنقول له نعم لأن توجد حبة القمح عندما توجد حبة القمح في ظروف ملأمة بتتفتح عن عود حل بيتحول هذا العود بمشيئة الله إلى حمل من سنابل بتحتوي كل سنبلة على العشرات من حبات القمح فكل هذا يدل على قدرة الله التي أوضعها في هذه الحب فده دليل على قدرة الله يجي يقول لي سؤال تاني يقول لي تحمل نوات الطمر في جوفها سر الحياة وضح ذلك فأقول له نعم فعندما توجد نوات الطمر في ظروف ملأمة بتنفجر عن نخلة عملاقة تأخذ منها عن ماصر الأرض طعمها ومن غيس السماء يسوقياها فتطرح لنا كل عام أخصانا محملة بتمور حمراء وصفراء يجي سؤال تاني مثلا يقول لي ما وجه الشبه والاختلاف ما بين النخل وما بين الأبراج البشرية هقول له بيتشابه النخل مع الأبراج البشرية في العلو والارتفاق وبيختلف النخل على الأبراج البشرية حيث أن النخل زو فاعلية ونماء حيث يأخذ من عناصر الطبيعة طعمه وشرابه فينمو وينتب لنا التمور أما الأبراج البشرية فهي جامدة مسمطة لا حياة فيها ولا تنمو ولا تصمر في وسط الدرس يا أولاد شبه لنا الكاتب عراجين النخل بتشبيه جميل أقول له فعلا شبهه بعناقيد اليقوت وإيه والزهب الساطع لو جيت أنا سألته وقلت ما الفرق البعيد الذي دعا الكاتب للنظر إليه هنقول دعا للنظر إلى الفرق البعيد بين حبة القمح ونوات التمر وهما جماد قبل الإنبات وبينهما بعدما توفرت لهم الظروف المناسبة ومعهم إشاءة ومشيئة الله ليخرجانا لنا العجب العجب لو إحنا بصنا في الدرس ده وقلنا إلى ما يدعونا الكاتب طبعا دعوة الكاتب هي إلى التأمل في مخلوقات الله طيب لو جيت قلت ما مظاهر القدرة اللي هي في الدرس هقوله طبعا إخراج النبات الحي من حبة القمح ونوات التمر الجامدتين لو جي قال لي مثلا أذكر دليلا من الموضوع على أن رؤية الأشياء لا تعرفنا حقيقة الرؤية العادية للأشياء لا تعرفنا حقيقة هنقول نعم لأن النظر السطحي والنظرة السطحية لحبة القمح ونوات التمر لا يخبرانا بما فيهما من الحياة والطاقة الحيوية المخزونة بها لو جي قال لي هاد دليل برضو من الموضوع على أن اجتهاد الإنسان لا يغني عن توفيق الله هقوله فعلا لأن إذا الإنسان زرع الحب وهيئ لها كل أسبابه لا ينبت إلا بمشيئة الله عز وجل طبعا دي كانت أهم الأسئلة اللي ممكن تجيلي في الدرس دي أولاد يرب تكونوا استفدتم المعلومات دي شكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة